أفاد مدير القطاع الاقتصادي في محافظة راية عزبو السيدة تبارخ هفتو أن يساوي الجفاف وعدم هطول الأمطار أصبحت الأراضي الزراعية التي تم الزراعة فيها غير صالحة لإنتاج المحاصيل الزراعية 3.700 هكتار من الأراضي الزراعية التي رويت بمياه الأمطار يمكن أن نقول أنها صالحة للإنتاج أما 11.530 هكتار من الأراضي الزراعية غير قادرة على الإنتاج وهذا رغم كبير وهذا يضع المزارعون في تحدي كبير بسبب الجفاف وكمحافظة أعلننا عن خطورة الوضع هنا وكما ندى مدير القطاع الاقتصادي أيضا المجتمع الدولي والحكومة الفيدرالية بأن يضعوا تركيزهم الكامل بخصوص الجفاف الذي تعاني منه محافظة راية عزبو لا فائدة الآن حتى وإن هطلت الأمطار لأن وقت ندوج المحاصيل انتهى وهذا يؤثر على الحيوانات أيضا في المحافظة ولذا نطلب من المنظمات الإنسانية أن تقدم المساعدات لسكان المحافظة وأفاد أيضا أن مكتب القطاع الاقتصادي يعمل على مساعدة المزارعين ولكن ذلك ليس بكافي نحن لا خيار لنا إلا أن نقدم المساعدات للمزارعين من خلال الروي من مياه الآبار ولكن لا أظن أن هذا سيكفي لكل الأراضي الزراعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر